موسيقى يستعد اللبنانيون لموجة جديدة من ارتفاع الاسعار تزامن مع بدء اعتماد الدولار الجمركي على اساس سعر صرف يبلغ 15 الف مطلع شهر المقبل اي خلال ايام معدودة ما يؤدي الارتفاع اسعار الكثير من السلع في ظل محدودية قدرة اجهزة الرقابة على ضبط السوق وجشع التجار فمن عكاسات القرار على المواطنين واللاجئين السوريين تحديدا وكل المقيمين حاليا في لبنان بعد ثلاث سنوات الغلاء والفوضى يستعد اللبنانيون لموجة جديدة من ارتفاع الاسعار تزامنا مع بدء اعتماد الدولار الجمركي على اساس سعر صرف له ب15 الف بدلا من 1500 ليرة مطلع الشهر المقبل ما سيؤدي حتما الى ارتفاع اسعار الكثير من السلع في ظل غياب الرقابة والى المزيد من التضخم اولا لازم نشير انو نحنا يعني التضخم عنا صرنا الدولة التانية بالعالم بعد زينبابوي بناءنا على تقرير البونك الدولي وبالتالي التضخم مشكل كتير كبير هلا الدولار الجمركي على 15 الف بدو يزيد هذا التضخم مش شو لازم ينعمل شو كان لازم ينعمل بالحقيقة اولا ما كان لازم ينحكم مسبقا عن هذا الموضوع لحتى ما التجار يستوردوا كميات كبيرة ويخزنوها وبالتالي يشتروها على الف وخمسة ويبيعوها على 15 الف هلا لاحقا شو بين عمل لازم وزارة الاقتصاد يكون دورة بالرقابة يعني وزارة الاقتصاد لازم اولا تعمل جردي وتشوف اذا فيها تجبر التجار يضلون يبيعوها على الف وخمسة او تعملون تسوي ودفعون على اساس السورة على 15 الف لحتى على الاقل الخزينة تستفيد فور اعلان وزير المال هذا القرار دار النقاش حول حجم الغلاء الذي ستشهده الاسواق وبحسب الخبراء فان نسبة ارتفاع الاسعار ستتفاوت وفق انواع السلع وتصنيفها ورسوم كلفتها لكن معدل الزيادة النهائي على السلع المستوردة سيكون بحدود 25% والتخوف الأكبر يكمن في اسعار السلع الغذائية خلافا لما يشاع اللي بيقولوا انه اصناف المواد الغذائية لا تدفع جامريك هذا مش صحيح هذا صحيح على بعض الاصناف يعني المواد الاساسية مثل الرز والسكر والحليب والحبوب وبعض المعلبات لكن كل الاصناف الغذائية بتدفع بين 5 و 35% بحد قدنا وفيه اصناف عليها حماية كبيرة بتدفع حماية للسلع المحلية بتدفع لحدة 70% كمان بقى الارتفاع على دولار جمرك 15 ألف نسبة انه سعر سوق 40 ألف هو ما يعادل 40% وبالتالي اي رسم بيطبق 40% منه يعني اذا مثلا نبضاعة بتدفع 10% حيزيد سعرها 4% حاكم مصر في لبنان اعلن ايضا عن رفع سعر الصرف الرسمي للدولار 10 أضعاف بدءا من شهر شباط المقبل ليصبح 15 ألف ليرة اجراءات مالية بالجملة تتخذ فيما يشتكي اللبنانيون غياب الحلول الجذرية التي من شأنها ان تحسن رواتبهم وتعيد لهم اموالهم المحتجزة في المصارف وتخفض اسعار السلع لا سيامة تلك الاساسية لتلفزيون سوريا نورتوق لبنان وتضامل لنا من بيروت مراسلتنا نورتوق مرحبا بك نور بعد هذا القرار ما هو الانعكاس المباشر على اللاجئين السوريين في لبنان وعلى اللبنانيين أيضا نعم أصلا يعني انعكاس هذا القرار سوف يكون بشكل مباشر على السلع في لبنان نحن نعلم أن لبنان بلد يستورد أغلبية السلع حتى أن المواد التي تصنع هنا تحتاج إلى مواد أولية يتم استرادها من الخارج كل هذه المواد سوف يتغير سعرها وسوف يطرق عليها تغيير في السعر أو ارتفاع في السعر بسبب الدولار الجمهوركي هناك يعني المواد في الأسواق اللبنانية أصلا ارتفاع سعرها بسبب سعر صرف الدولار أمام ليرة اللبنانية الذي بلغ 40 ألف ليرة اليوم هذا الارتفاع سوف يطرق عليه ارتفاع أكبر بسبب الدولار الجمهوركي يعني هذا القرار بحسب الاقتصاديين سوف يؤثر على الشعب بشكل مباشر كل من يقتن في لبنان سوف يشعر بهذا الارتفاع بالسعر ونتيجة هذا الموضوع أصلا يعني لاحظنا في الأيام الماضية كان هناك تهافت إن كان من قبل اللبنانيين أو اللاجئين السوريين أو أي إن كان كان هناك تهافت ملحوظة على محال المحال التجارية إن كان محال للمواد الغذائية أو للمواد الأخرى وشراء لهذه المواد والتموين وتخزين هذه المواد خصوصاً الأساسية خوفاً من ارتفاع سعارها أكثر وأكثر في الفترة المقبلة جراء هذا البدء بالتعامل أو البدء بتنفيذ هذا القرار يعني هذا القرار يتم العمل به بدءاً من يوم غد أشكرك كثيراً نرطاق بمراسلتنا من بيروت بياتا مشاهدياً أكون وصلنا لختام حلقة لم الشامل إلى اللقاء اشتركوا في القناة